يقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لماذا قال من؟ لأنك لا تستطيع أن تغض بصرك لا بد أن تقع عينك في كل مكان ولا بد أن ترى أي شاشة فيها نساء أي مشوار تروح لأي مكان تجد روح المستشفى تجد ولذلك تطوف تسعى في عرفات الله في منا في كل مكان المرأة بين يديه وهذا اختبار لأهل الإيمان ولذلك أيها الأحباب قال من؟ لأن هناك نظرة لا بد أن تنظرها لكن بعض أهل الإيمان أمثالكم زادكم الله إيماناً وهدى إذا رأى زاد إيمانه برؤية الحرام كيف يكف بصره وكفه لبصره مع أن نفسه تتوق من الذي لا يتوق للجمال وللحسن هذا الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداعي كان الحبيب يردف الفضل وامرأة وضيئة خثعمية جميلة بيضاء على الصحيح أنها كانت قد غطت وجهها ولكن وضاءتها خرجت من خارج الغطاء الخفيف وكانت محرمة وإحرام المرأة في وجهها وإلا فإن الوجه عورة لما رأاها صرفه الحبيب رده ثم التفت بعد ذلك ورده معنى ذلك أنه لربما النفس تتوق لكن إذا تذكر العبد أن الذي يراه هو الذي شق سمعه وبصره صرف بصره ولذلك يقول الحبيب في حديث جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله عن نظرة الفجأة أو عن نظر الفجأة فقال لجرير بل للأمة اصرف بصرك ولا علاج وسنذكر الخطوات لذلك أقول في هذه العزمان في هذه العزمان التي صارت المرأة ترى وصار بعض النساء أحيانا لباس حجابها زينة هي لو لم تكن بحجاب قد تكن قبيحة صارت تزين نفسها بإخراج يد فيها الحناء وفيها المناكير وفيها الرسمات وفيها الحلي ولربما أخرجت عينا كحلتها وعلى رمش أطالته وعلى جفن غللته وتجد أنها تعمل نقاط الجمال فيما يبرز والبعض إذا نظر طاش عقله وطيشان العقل بالشهوة فالأصل أن الرجل يميل إلى المرأة هذا قدر الله وهذا حتى تتناسل الناس لكن ينظر إلى أي امرأة إلى من تحل له أبوي وبوك أجد أجدك ما رأى إلا أمي ومك وجدتي وجدتك ما كان ينظر للبنات ولا للنساء بل قيل لبعضهم ما كانت تخرج أنا لا أخالف الواقع وأقول ما تخرج لكن نقول تخرج دون أن تميل لأنها إذا مالت مال المجتمع كله ومن هنا نقول وأبناؤنا في جيوبهم الجوالات وعلى مكاتبهم اللابتوبات وعلى أطفالنا في بيوتنا اليوتيوب يفتخل في اللابتوب أو أقصد الآيباد اللي نشتريه لأبنائنا أحياناً نشتريه لأبنائنا ليترفه وتزني العيون بعضنا أول ما عطوا ولده للآيباد قال بابا عيب شفت عيب يعني رأى أمرأة الآن ليه ما قال لك عيب استمرأت عينه واستمراء رؤية الحرام أعظم من الحرام لأنك تستمرع انتهاك حرمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة